الدكتور خادش لول الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اسمحوا لي سعادة الرئيس مخاطبة الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة بعد تأدية التحية لرجال المقاومة ولأهلنا في غزة المجد وبعد الترحم على أرواح شهدائنا في فلسطين الفخر والكرامة أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وبصفتي نائب وطن أبارك لأبناء الوطن بإسم أبناء الوطن لنشام الوطن فوزهم ونقول لهم لمن يستهين بنا إياكم فوالله أن لحمنا مر وعظمنا قاسي دام الوطن عزاً وكرامةً وشموخ ومن هذا المنبر أقدم أجمل التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الهاشمية سيد البلاد المفدى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد ميلاده الميمون الثاني والستين وكل عام وأنتم بخير وبالحديث عن الموازنة العامة فإننا نقف اليوم لمناقشة موازنة هذا العام وللأسف بعجز يصل إلى 2 مليار وبمديونية تصل إلى 44 مليار وبنسبة دين عام 114 بالمئة فالواقع يقول أن المالية العامة بحاجة إلى إصلاحات عميقة لضبط الارتفاعات المتتالية في المديونية وإن عملية تزيين الواقع وإخفاء الحقائق لرسم صورة إيجابية عن الأداء الاقتصادي يقودنا إلى الوضع الاقتصادي الكارحي الذي نحن عليه اليوم وبدور اليوم كنائب وطن محملاً بأمانة الدفاع عن حقوق المواطن والوطن وممثلاً لمحافظة إربد ولواء غرب إربد والوسطية وكعضو في حزب إرادة فإذن سأقوم بتسليط الضوء على الموازنة العامة وخطط التحديث بعد طرح مطالب الوطن ومحافظة إربد وقد تولى باقي الزملاء من أعضاء حزب إرادة في المجلس مناقشة بعض جوانب الموازنة بناءً على موقف الحزب منها فكنت سابقاً قد طرحت العديد من المطالب وتم تنفيذ جزء منها ولكن ما زال ذلك لا يلبي الطموح حيث أنني ومن خلال مراجعاتي الدورية للسادة الوزراء قد طرحت جميع المطالب الخاصة بالمحافظة والمنطقة وجميع المطالب العامة ومنها مستشفيات محافظة إربد تأنوا من نقص الأطباء مراكز المحافظة والوسطية وغرب إربد الصحية متهالكة وتحتاج إلى إنعاش معظم شوارع المحافظة حفر مستمرة وكل حفرة أكبر من أختها وهذا في جميع قرى غرب إربد والمحافظة تحتاج محافظة إربد إلى المشاريع التنموية وفتح المصانع لتشغيل العاطلين عن العمل فيوميا يصلني مئات طلبات العمل من أبناء غرب إربد والوسطية والمحافظة نحتاج إلى بناء كلية جامعية في منطقة غرب إربد لخدمة ألوية الوسطية والكورة وغرب إربد والطيبة والأغوار استحداث لواء غرب إربد والذي وصل لمرحلة استحداثه الأخيرة والذي يضم كل من قرى بلدة دوغرا وججين وزحر وسوم وكفر رحتة وججين وكفريوبة هام وناطف وبأتيافة والوصفين إنقاذ جامعاتنا الرسمية جامعة الإرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا وذلك بزيادة الدعم المادي لتقليل الديون المتراكمة لتمكينها من الاستمرار بتطبيق خططها المرسومة وأما مطالبنا العامة التي يطالب بها كافة أبناء الشعب فهي تتمثل ب زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين فيجب زيادة هذه الرواتب لتتناسب مع ارتفاع السلع فمن يحصل على راتب لا يكفيه لثلاثة أيام ويقضي باقي الشهر بالدين يعني تلبيس طواقه نطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين ضرورة حل مشكلة المياه وتقليل الفاقد تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات العمل على زيادة تجنيد شباب وشابات الوطن وتعيينهم في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين مع الإشارة إلى أن بعض المتقاعدين من الضمان الاجتماعي راتبه التقاعدي أقل من الحد الأدنى للأجور والله أنني أعرف متقاعدين ضمان يأخذ راتبه التقاعدي مئة وخمس وثمانين دينار فقط يعني إشي غير معقول ومخجل وبهذا فإن المحلل للموازنة يجد أن هيئتها وصورتها الحالية لا تختلف كثيراً عن هيكلها ومحتواها السابق أي ما قبل إطلاق رؤى التحديث السياسي والإداري والاقتصادي فما زالت الموازنة محدودة في مواكبة الأهداف التي تسعى الرؤى الملكية لتحقيقها حيث يعيق جمود بنود الموازنة العامة وخاصة البنود الجارية منها القدرة على التكيف مع متطلبات الرؤى الملكية كما تتسبب المبالغة في أهداف الرؤى ضمن فرضيات صعبة التحقيق في تحويل الموازنة العامة إلى مجرد وثيقة ليس لها صلة ببرامج الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة القادمة وتنص الرؤى الاقتصادية على الطموح في زيادة الناتج المحلي الحقيقي خلال فترة تنفيذ هذه الرؤى بنسبة نمو مقدارها 5.6% سنويا حيث أن هذه النسبة صعبة صعبة المنال في ضوء أن البرنامج التنفيذي للرؤية خلال السنوات من الـ 22 إلى الـ 25 يستهدف نمو سنوي بحوالي 2.7% وهو معدل قريب من معدلات النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي وعندما تستهدف الرؤية إلى استحداث مليون فرصة عمل خلال أول عشر سنوات من إطلاقها لكننا نلاحظ تراجع أعداد العاملين الأردنيين خلال أول عامين من البدء بتنفيذ الرؤية فكل هذا يدعونا إلى التخوف التام من أن خطط الحكومة الاقتصادية والمالية ما هي إلا مجرد وثائق تتضمن آمال وطموحات وهناك فرق كبير بينما يتم التخطيط له وبينما يتم تنفيذه على أرض الواقع حمى الله الأردن تحت ظل الرأي الهاشمي الخفاقة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته